يا صباح الفول يا صباح الامان من رب العباد نبدأ يومنا النهاردة بيوم جديد أقول لكم على الأكلة بقى وامتازة جداً واتريحكم لو أولادكم جمع عايزين أكل متكاملة يوم جمعة أو جالكم حد وعايزين تعمل أكلة سريعة متخد شوقت في المبق ساعة وتطلع منا عاملين منها ثلاث أصناف في سواني مش يغلون لكم ساعة تعالوا معاش في الفيديو معاني أول حاجة أنا هعمل روز بسمتي الأبيض بالجزر من غير كاروية الحاجة روز قبيب بس بس هنهعمل ايه؟ أجيب بصلية الأولى على النار أحط حبة زيت أو حبة أي مادة دهنية أحط شوية بصلية متقطعة صغير وأحط عليها مكعب مرأ وأخدلها أخدلها ما تاخدش درجة تقامش عايزين أخد درجة لون وبعدين جزرية مبشورة وحطها عليها وأنا كنت عاملة كوباية ونص روز بسمتي لعاهم فالكوباية روز بسمتي هتاخد كوباية روز كوباية مية برضو هشوح وحط الملح والفلفل بتوعي وهشوح الرز بالجزر بالمكعب ده كله وهشوحهم كويس عشان الرز معايا تطعم فلفل مدام انتي نقعيها وحطت عليها مقدار الماء باعتها وركنتها وعلقت عليها كده خلاص بطاطس بعدها البوريه سهلة جدا هتي بطاطسيتين أو طلب بطاطسيتين حسب الحجم التي عايزها اخسليه واسهوا بإشراع اشتحفظ عليها شوية من التحرس بسرعة منك في الماء خمس أربع بطاطسيات اه سوري تلا بطاطسيتين حسب العدد يسلوا مع النار كويس جدا تقومت تطعم مع النار الشريعة وبتيجي حطي عليها مكعب زبدة وينزقوا ملح وفلفل خفيف خالص وبنزلي عليها بشوية لبن حد ما تحصولي على الخريب بتاعك متجنس وكريمي لما انش شافين كده كده الخريب بتاعي مناسب نزلت بلبن مع حتة زبدة على ما شوية شوية حد ما هتعمل كده خلصنا الصلطة بتاعتنا اللي هي بتصبو البطاطس البوري ندخل بها على البنية البنية ايه اقول البنية ده خطير تحفة بجد بالسوس الأبيض حاجة كده وهمية بجد بنية بالسوس أبيض مع الرز ده مع تكليم غير ما تاخدي بالك انت طعمه مش هتشباعي منه اول حاجة بجيب حتة زبدة على النار مع حب الزيت وحطهم في الطاصة يسخنوا كده نوانزل عليهم بالبنية بتاعي اديهم صدمة وش وضار تمام؟ وابتدي دينا بعد ما ااخد صدمة وش وضار ابطلعوا لوحده احطوا على جنب لحد ما خلص الكمية بتاعتي كلها في نفس الطاصة هجيب معلقتين دقيق بالزبط احطهم واشوحهم بنص معلقة توم تشويحة بس يا دوبك تشم النار ادي يشم النار انا مش عايز هي اخب برضو درجة لون عشان ما اجماليش بشامل بتاعي سوصلوا قبض اللي انا عامله يدوبك معلقتين دقيق واشوحهم مع نص معلقة توم واشوحهم تشويحة كده خفيفة وانزل عليهم باللبن ويدك بتضرب اللبن زي البشامل اللي كده زوس البشامل واضرابي اضرابي اضرابي لحد دماء الخليل بتاعي كده دماجه اي وانعم هتبتيدي ترجعي البناء كله اللي انت غدتيه الصدمة هتنزليه كله في الصوص تريم الجديد واززودي ايمة ربع كباية مياه وتغطي عليه للتسوية تمام كده خلصنا البناء خلصنا بطاس مفريط خلصنا الرز بتاعنا فاضل بقى الحادق الحادق اللي هو الجلاش الحوادق من غير اي افتكاسات ولا اي ربكة ولا رئات ولا اي كلام ده خالص انت هتجيبي الجلاش بتاعي هتشوفيني بعمله ازاي هقادي الجلاش بتاعي كل التلات ورئات هبتدي ان انا جاب خليط الجبن عندي جبن المذرلة على جبن رومي على جبن اي جبن في التلاجة عندك هاتيها واضرابيها في قلب الكبه نعاميها شوية عشان الخليط يمسل مع بعضه جوه في قلب الجلاش ما يعطش منه وطبقي ولا حطيدي دهنات ولا عملت الحاجة هقولكو ازاي ده انا عملها في الاخر هتعبني كل التلات ورئات وتحطي الصلطة تجيبن ان انت عاملها دي مختلفة دي كده ورق فرديها وطبقي حدا ما تخلصي الكمية بتاعتك الورقة ما خدتش في ايديكي عشر دقايق وتعامل الكلها وخلصتيها بعد ما تخلصيها وتعمليها اجيب الصناعة بتاعتك ومسيكي استكينها واقطعي نظام المثلسات زي فكرة الجلاش الحوادق الظرف شكل الظرف خلف وخلاف خلف وخلاف سنبوكسات كده في سنبوكسات يدي شكل الظرف او شكل المثلس المثلس المفتوح شكله حلو قوي وطعم وطحفة هيجيب اللي هيكله عندك هتقوم مهازة جدا فيه هتشوفيني بقى جيبت الصنية بتاعتي وبتدي ان انا رص العوامي دي الجلاش اللي انا عاملها كده بالطول زي ما انا عاملها كده وبتدي ان انا قطحها بالسكينة الاول قبل اي حاجة وبعد كده بقى هجيب المادة الدهنية بتاعتي جايبة زيت عندك زيت على سمنة برحتك عين دي زيت بس مش هتفرق طبعا الزيت مش مشكلة برضو هتحطي الزيت بتاعك وهتحطي عليه آآ نص معلقة آآ بيكين بودر عشان آآ تخليه من جوه مفوق طبعا احنا ما احنا ما عملناه شرقات من جوه احنا عملناه على طول شغلنا به فهنحط الصوس على طول على الوش به ونضربه هتشوفه بعمله ازاي كده هنخلص التقطيع بتاعي ديدي بقى جيب انا جيب اعملته بزيت درة او زيت زيت حلو المهم يعني اهم حاجة هنزيت كويس جدا جبت ربع كوباية زيت على نص آآ معلقة آآ بيكين بودر اللي احنا ما حط فيه الكيك وضربتهم ببعض ونزلتهم على الجلاش كله باكمل الصناية بس خلاص كده خلاص بتاعي الجلاش بتاعي عايز اجمله بقى انا هجمله ازاي راشة جبنة رومي آآ زيت ناية تدي شكل المسلس هو طالع في الطبق بتاعك في التقديم يا جماعة العين بتاكل قبل اللسان فانتي لو حطيت زيت ناية حابة جبنة رومي كده ميزتي ميزتي بيهم الجلاش بتاعك بمميز راشة زعتر ناشف او زعتر اخضر على وش الجلاش بيدي ريحة للجلاش بتجيب عقلك بتجيب الريحة بتاعتك بتجيبه في قلب الشقة كله راشة زعتر افرقيها زعتونتين تلاتة كده اشكلي بيهم وش الجلاش راشة جبنة رومي لو انت عايزة تحطي هتخلي الصينية بتاعتك مميزة وفي التسوية وفي التقديم هتشوفها في اخر شكلها عامل ازاي هندخلها الفورن ما بتاخدش بالفورن وربع ساعة لان اصلا الجلاش ما بستحملش في التسوية رف الوسطاني على 180 بياخد بالضبط ربع ساعة بيطلع منك جميل ومفوج وهشة كده وطحفة ورحتو حلو قوي الجبنة سايحة جوة بتمط كده وحاجة كده رواء شفت انا حطيت ايه حطيت راش الجبنة رومي تاني على الوش البتاع لو انت ايه على وش الجلاش عشان تديلو طعم وتديلو شكل في الترام ودخلت وصلا دخلت الفورن بتاعي شايفين الشكل؟ شكل واحد واصلا انتاكل من غير ما يتسوي بتلعب الفورن وقت الزبط اخد ربع ساعة في الفورن وتلعب زي ما شايفين كده شكل ممتاز جدا الجبنة سايحة جوة بتمط هشوف المطة بتاعة الجبنة اللي بفتحه طعمه جميل جدا وحلو قوي واتقوم اللي هيعمل بالوصفات البسيطة دي بتبقى بتاخدش وقت منك وبتاقي أكل سريع واللي بيعك بالولاد قوي الوقت ده الناس بيحبوا الأكلات الخفيفة نجمع أكلنا بقى ونقول احنا عملنا كل الأكل بتاعنا النار ده ايه عملنا الرز باسماتي بالجزر والبني بالسوس الأبيض وعملنا البطاطس البوريب الزبدة واللبن وعملنا الجلاش الحادق أكل متكاملة السيرفيز بتاعك يتحط كده للفرض الواحد هتعديل دماغه الواحد أكلها جميلة جدا وهتطلب منك وبالظبط ما أختيش ساعة في المطبخ عميلة كلها احنا برضه عشان ننجز وقتنا يعني ما بتاخدش ساعة معاك في المطبخ يارب وصفة تعجبكم مطور رايكو فيها ايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا